سلام تولمان ان شاء الله تكونوا بخير يوم نشتكم فيديو جديد فيديو كل حلويات نحن نبدأ في سلسلة حلويات العيد الحلويات هادا لا محيكونوا بسيطة مش كيمال وجدتهم من قبل كديرت معاكم ديجا بخاستيج وكلش يعني هدي المرة حبيت نديلكم حاجة بسيطة على بكم مع الحل الاقتصادية اللي تعيشها العالم على بيها هادو حلويات بزاف هايين مبنان ما فيهمش اون بلوس سهلين يعني فغيما ما ياخدوش منكم وقت كبير سيختوسها عباكم في رمضان نحبشوش نقعد واقفين بزاف مع طياب وكده ونزلو ديجا تانيك حلوة هادية حلوة تسنيوة اللي مشهورة يعني تعجبنا بزاف وبصرح نديها لكم طريقة تعطيها واحد لها شاشة وتجيب بزاف شامخة لعطيكم السر ديالها احنا احنا نحن نحن ندو بلزان كي غيرت وحاجة جلوان نسحقها هي اربع حبات بيت اه هنا كدرت زاستي دورانج ولا تسيتران كي ما حبيتو حياطيكم دوق بزاف هايين كدرت نصف كاس سكر يعني حاولنا شوية فوق نصف كاس سكر اه كدرت دوق الزبدة وخليتها حتى تبرد اه كاس الزبدة وعندي باطا يوغت ناتيوغ وبيان تعا اي دوق تحبوه من المستحسن تكون دوق فاني اه نبدأ الحاجة الولى في ربع حبات بيت ايدي وانا خبطهم تخيط خيط 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 يعني اه هنا يدك اللي بتاعكم صغير اضعوا حتى الخمسة هاي ده باش تساعدكم نخبطوهم بيان حتى نحصلوا على اه يعني بداي بياد معنا الخليط اه هنا نبدأ نضيفه في السكر كيما كنت شوفو هنا بتستعملوا سكر غلاس تستعملوا سكر كيستال زي هكا بجرطيكم احد الهشاشة تاني وقرطيكم قرمشة امامتهم اه خبطوهم تخيط خيبيا حاولوا انكم دخلوا دحت الدوب كا هدك السكر لانو هادي العملية بزاف مهمة هنا نضيفه في الزبدة زبدة كيما قلت لكم كانت دايبة يعني دوبتها وخليتها تهفت شوية بردة شوية نخبطوها تقدروا تديروا نصها زيت نصها الزبدة ميكم اه يعني الواحد دفا يحبها اه تكون علاقة انيها هاي بها نعطيكم فلا هوسات اكزاكت هكذا باش تعرفوا بلي اه كيما يقولوا السر تاع هادي الوصفة لانها حتى فغي ما حدقوها تحسوا بها بزاف طرية ما تجيش تتفتت كيما هادي كي تبعتو لها دك دقنا هادي تجي طرية جي بزاف نينا هنا نديرو في الياه وقت ديانا هنا كيما قلت لكم انا درت جوفاني اه تقدروا اذا كنتوا تحبوا دوق الليمون ولا تقدروا اه تانيك دوق جوز الهند يعطيها بزاف النهيلة اه هنا اه نخبطوهم وكيما يمكن تشوفوا اه نديرو نديرو في الفارينة الفارينة هنا يا دات الكاس اللوول نديرو الباكي اللوول تاع الاليفيوغ ونزيد اه التاني هايدا باش تطلع الكمب يعني احشوفوا بي دو باكي دليفيوغ هادي كيا بسكو احنا نحلها نرقيقة وهادي الاليفيوغ مش حطلحها بزاف يعني جوز باش تطيها الهشاشا يعني ما تجيش اه كيما يقولوا اه يبسا اه هنا اه دايما امكي نقولكم على هادو الوصافات اه هنده تقرسا ملح اه دايما كي نقولكم على هادو الوصافات اه انها اقتصادية يعني فغيما اليوتيوب هم عمر بلي بلي غوصات بخيستيج ولا بي باك نعم تنظروا قال الوصافات الاقتصادية اللي بهادي المرة قررت اني ندير وصفات بسيطة يعني اه يحبوها الاطفال يحبوها العائلة تعنا تجي مع القهيوة ما قعدوش اه وتانيك شوكولة هادو بزاف زاف سيدخول الله اه سورتو راهي تدير ترون 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 ميل هادك تاع شوكو دادا يعني فغيما واحدة ما شاحتك فيكم باش توجدو غالا كونتيته اللي غاتو التاكم سيببوصا حاوت اني هادو المران دير حاجات بسيطة مور هادو الوصفة حتشوفوا وصفة بزاف هايلا اه تعالى المات كوكو اه بزاف هايلا بسيطة بدون شوكولة اه حاولوا دايما انكم ترجعوا الوصافات القديمة خير اه انو هادو تاع بخيستيج يعني مكونات هاد جد با هيدا صح تشوفو اشاب باي تو دفوا ما اه مدتليقش معقه واحلي بساسا مدتليقش انا بالنسبة لي ايه ما يليقش بايزون بنيوان انحبن هكا ندرج كونتي سيطاع بنيوان كوت ديجا تقاسمتو معاكم كوت تقاسمتو معاكم هادو كلي بولدوناج بزاف هايلا اللي دا مشتوهم نحط لكم قار روابط طال الوصافات اللي كوت توجد هاد جا معاكم هادو كلي قولو اه يعني كما يقولو هكذا معا لا تايولا حاجة خفيفة كما كنت جوفو هنا ايا كوتوريت لكم لاتيكستور تاع اللابات ديالي كي طميت لها مكتلش بزاف الافاغين حتى تحصوها العاجل ما يقعد توجوه اطريق ودايما نحطوه على البلان ديالي تاعكم باش تكملون الافاغين باسكو ديفو هاد كتحطوه في الريسيبيون هادا كشو ريبطة اكو تزيدو في الفارينة ما كشتفيقو حتى تنشفلكم بزاف ما كتحطوه على البلان ديالي لكم تقسموها هكذا تبدو تدفو في الفارينة لكل قطعة وحدها راح تحصلو على يعني نحتاجها لكم العملية وما تاكلكمش بزاف الفارينة احنا ايا اه دايما ننصحكم فريقاتو تاعكم استعملوا او بيا ماما و بيا سيم ليكونوا لي باكيتا كيل هنا كتحطت الفور دياليس خون نبدأ نحط بابي هكذا تاع بابي كويس ونحل القطعة على لكي ما كشتو تقسمتها على تلت قطعة اه 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 دا بيسو ندرها على زوجها ديالي تاعاتات امي نفضر كتكون طبقتين جي احسن جي بخيزنطاب الخير باكي كتكونو تطبقات جايونيشو يرقاق مي هنا اه اه نصحكم انكم تدلو اه طبقتين خير نحلوها بيا حتى اه جينا كاري هذا تاع الام الورق هذا المشمع على حساب السنوة يعني قطعته لحساب السنوة ونبدأ نفتح فيه حتى يلحق هكذا بش نعرف نعرف بلي لا ديمونسيات السنوة راهي في البابي كما نحل على حسابها يعني هذي الأستوس حساعدكم بسهب مم أبخي يشوفوا هنا يعني حطيتها مم أبخي دو كاكين حطها تجيني سهلة مم نقلبها هاي لك العرض ديالها كما يقولوا حطها في السنوة هذي سهل مهل يعني فريمون سهل لكم بزاف العملية حطيتها بالورقة نفس الشي دايما باش ندحلها توجو نحل وحدة ونحطها بش جيني سهلة ندير الورق طاهي هكا بشي ساعدني في كل مرحلة حولو أنكم تقبوها الفرشيطة ودعوا المعجون ديالكم أنا هنا دلت التفاة هتجوفوا شي طغيل يعني خففته شوية بشوية ما هكذا هنا ستعملت التفاة إذا كنا نتقوم هذي خفاف كيمتال برتوقال ولا جو شوية ليكيد هذوك خير وخير يعني أحسن منهم يكونوا هذو بشوية شوية كومبوت على بها أنا خففته نتفرق كالا كونتيتي اللي عندي يعني حاول أني ندير طبقة لبس بها وما نلحقش الحواف يعني الحواف هذو كحاول أني نبعد عليهم هكا مش بدنا نحرق ليش نتخذ ليش هذو كوتي محرق هنا نعود الحل دي اقتومو الطبقة التانية بنفس الطريقة ونحطها عليها ودايما ببين طبقات دايما ما ننسوش إننا نواسيه بالفرشيطة هكا نديرو توقو بالفرشيطة باش فغيمو ما تنفخناش وما تخدناش فور مشي شاباب أنا قلت لكم دلت تلات طبقات دخلت على فورنامية ثمانين داراجة كي خرجت درت لها خليتها تبرد بيانسيو ومبعد درت لها شوكولة هنا اه دوبت شوكولة اه مع شوية زيت يعني حتى دابت درت لها شوية زيت حويز جمغة عرف باش تمشي ليتاعدها فرجتها من فوق درت لها شية كوكا وكون كاسي واخلي تحت تبرد لان دوما قد بدت نقطع فيها يعني الدوق تحة واحد لها شاشة هذيك علبة لياوق تحت تمدلها مع الزبدة تمدلها هشاشة روعة وتجيب زب 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 بنينة توجد لكم في دقيقة يعني في نهار توجدوها اه تقطعو تقضو تخبوها من الدوق يعني تخبوها كيمانا مراهي اه تخبو من ديوها شوكولة حتى دنيا مينو ديو لها شوكولة ومبعد اه تقطعوها يعني تقعد لكم هي هي حتى تشدو لكم اطوال مدة ممكنة يعني توجدوها للعيد ما يسرلها ووالو لانها هذيك بات لياوقت هي تطيها هذيك الهاشاشة مع ذاك المعجون هنا يعني قطعت لكم وارسوا باش تشوفوها كيفا هجات يعني فغيم وغيموا بالزب بنينة مع قهوة حليب واشنقو لكم احتفرحكم احتفرح العائلة ديالكم نتمنى انكم تجربوها وحطوا ليتو اه 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 جربتوا الوصفات لحدتهم من قبل اذا ما لقيتهم اشنحطوه لكم في صندوق الوصف باذن الله لانا نكونوا الحقنا نهاية الفيديو نقول لكم دمتم في العائتي الله وانتمنى انكم تجربوها وما تنسونيش اذا جربتوها بعتولي تطبيقاتكم على صفحتي على الانستغرام الفحلة ديزاد وللحقوا الهنايا نقول لهم ما تنسونيش بالجام كومنت ديالكم حلو كما انتما حيدعمني بزاف سلام